بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض موضوعنا عن كتابة الملائكة لأعمال الإنسان نقف عند هذا المعنى لماذا أمر الله الملائكة بكتابة أعمال الإنسان في الصحائف قال العلماء لأن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال توزن يوم القيامة قال ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مسقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذا هو المعنى الأول أن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال توزن وقال بعضهم إنما أمر الله الملائكة بكتابة أعمال بني آدم ليكون زاجرا للإنسان فمتى علم الإنسان أن أعماله مكتوبة وأن الله قد أحصاها عليه ابتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وامتنع عن الشر وامتنع عن فعل المعصية وقال بعض العلماء إنما أمر الله الملائكة بكتابة أعمال بني آدم للإتيان للإنسان بدليل مادي محسوس ليقيم الحجة عليه قال ربنا سبحانه وإن عليكم لحافظين أن يحفظون أعمالكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ونقف عند هذا المعنى في قول ربنا سبحانه إنا نحن نحيي الموتى أي إن أمر الدنيا لن ينتهي بعد إنا نحن نحيي الموتى وهذه الجملة إنا نحن تفيد التعظيم والقوة والقدرة فهو سبحانه كما قال وهو القاهر فوق عباده إنا نحن نحيي الموتى أي الإنسان بعد موته وبعد فنائه سيحييه الله سبحانه وتعالى ويبعثه للحساب ولذلك قال بعدها مباشرة ونكتب ما قدموا أي نحييهم لنحاسبهم ولينظر الإنسان في صحيفة أعماله وفيما فعله في الدنيا ويقر أمام الله سبحانه وتعالى بما فعله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال العلماء الآثار هي الخطوات كل خطوة خطاها الإنسان مكتوبة وقال بعضهم الآثار التي كتبت على الإنسان كالولد الصالح هذا من آثاره أو كالصدقة الجارية هذا من آثاره أو كالعلم النافع هذا من آثاره ووقفوا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة انظروا إلى آثار أعمالكم وتأملوها ودققوا فيها فالأعمال قد كتبت ونتيجة الأعمال قد كتبت عليكم فالأعمال لها آثار وهذه الآثار تعود على صاحبها وفاعلها إما أن تعود عليك بالخير وإما أن تعود عليك بالشر كما قال محمد بن كعب القرضي سلاس من كن فيه كن عليه يعني إن قلبنا علي المكر أولها قال ربنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي ثانيها البغي قال ربنا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ثالثها نكس العهود قال ربنا فمن نكث فإنما ينكس على نفسه فتأملوا هذه العواقب وهذه المآلات وتأملوا آثار الأعمال إذا قمت بعمل أنظر في نتيجة هذا العمل هل يعود بالخير على الناس أم يعود بالضرر عليهم فتأملوا أعمالكم ودققوا فيها وفتشوا فيها فإن الله سبحانه وتعالى كتبها عليكم وكتب الآثار إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ثم قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام هو الكتاب ولماذا قال ربنا أحصيناه بعد الكتاب أعمالنا كتبت وكتبتها الملائكة لماذا قال ربنا وكل شيء أحصيناه ليبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء فلن يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه تأملوا هذا المشهد ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ستجدون أعمالكم حاضرة يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودلوا أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير وأن يوفقنا وإياكم لعمل الخير هذا والله ولي التوفي